السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا اسم المجلد نسخ ونقل مجلد في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم باسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأيضا أنصت لمن؟ أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف حدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على طريقة تغيير اسم المجلد أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يغير الطالب والطالبة اسم المجلد في جهاز الحاسب الآلي ثانيا أن ينقل الطالب والطالبة المجلد من مكان إلى آخر في جهاز الحاسب الآلي أعزاء الطلاب والطالبات هيا نتذكر ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في درسنا الماضية هيا تذكروا معي في درسنا الماضية تكلمنا عن المجلد ماذا نعني بالمجلد؟ ومفائدة المجلد؟ هيا نرى هذه صورة المجلد والمجلد هو مساحة تخزينية إذن بماذا أعرف المجلد؟ المجلد هو مساحة تخزينية موجودة أين؟ موجودة في جهاز الحاسب الآلي إذن هو أولا مساحة تخزينية ثانيا موجودة في جهاز الحاسب الآلي أين في جهاز الحاسب الآلي؟ على ما يسمى بالقرص الصلب إذن يوجد في القرص الصلب ما اسمه درسنا اليوم المجلد أحسنتم هذا تعريف المجلد والمجلد له فائدة يساعدنا على حفظ الملفات والبرامج إذن المجلد يساعدنا على حفظ ماذا؟ الملفات والبرامج كذلك قلنا أن المجلد له فائدة ما هي فائدتها أو ما هي فائدة المجلد؟ قلنا أننا نستطيع أن أحفظ ملفاتنا وبرامجنا داخل هذه المجلدات إذن للمجلد فائدة وهي حفظ الملفات والبرامج التي نقوم بإنشائها أين نحفظها؟ داخل المجلد ما اسمه؟ أحسنتم مجلد وهو مساحة تخزينية أين توجد؟ أحسنتم على جهاز الحاسب الآلي ما لونه؟ أحسنتم لونه أصفر وهذا شكله كما نرى هنا هيا نراه عمليا على جهاز الحاسب الآلي في درسنا الماضي أيضا تكلمنا عن سطح المكتب وقلنا سطح المكتب هي مساحة العمل التي تظهر فور تشغيل جهاز الحاسب الآلي هذا هو سطح المكتب نرى في سطح المكتب مجلدات أين هي؟ لونها أصفر ابحثوا عنها أحسنتم هذا مجلد وهذا مجلد لدي مجلدات كثيرة على أين؟ سطح المكتب كما ترون هنا ما اسمه؟ مجلد أحسنتم ما لونه؟ أصفر أحسنتم تذكروه جيدا مجلد رائع وقلنا أن الشاشة التي تظهر فور تشغيل جهاز الحاسب الآلي ما اسمها تذكروها جيدا سطح المكتب أحسنتم سطح المكتب كيف أنشئ مجلدا؟ هيا نتذكر كيف أنشأنا مجلدا في درسنا الماضي قلنا من قائمة ابدأ أنقر على خيار المستندات بعد ذلك تذكروا جيدا هذه الكلمة في الصفحة أنقر بزر الفأر الأيمن نختار من القائمة المنسدلة جديد حاولوا تهجئتها جديد أحسنتم بعد أن أنقر على خيار جديد نسمي المجلد بما نريد غالبا نختار اسم المجلد على حسب الموضوعات والملفات التي نقوم بتخزينها داخله مثلا مجلد لمادة الرياضيات مجلد لواجبات العلوم إذن نسمي المجلد على حسب الملفات التي نقوم بتخزينها في داخله نسمي المجلد ثم ننقر على كلمة تذكروها جيدا على مفتاح انتر بعد أن ننقر على مفتاح انتر في لوحة المفاتيح يسمى لنا المجلد وينشأ لنا المجلد هيا نتذكر ذلك عمليا كما نرى هنا سوف أقوم بإنشاء مجلد أنقر بزر الفأر الأيمن بعد ذلك تذكر الكلمة جديد جديد بعد ذلك أنقر على مجلد مجلد الآن ظهر لدي المجلد سأقوم بتسميته اختاروا التسمية التي تريدون على حسب الملفات الموجودة داخله مثلا مجلد المهارات الرقمية مجلد مادة العلوم مجلد مادة الرياضيات اختاروا اسم المجلد الذي تريدون أنا سوف أقوم بتسميته بحرف الجيم مجلد حرف الجيم بعد ذلك ننقر على ماذا مفتاح ماذا تذكره جيدا كلمة إدخال باللغة العربية وإنتر باللغة الإنجليزية نقرنا على مفتاح إنتر فظهر لنا هذا المجلد بعد أن قمنا بتسميته تذكروا خطوات إنشاء مجلد جيدا ماذا سنتعلم اليوم إذن؟ هيا نرى درسنا سوف نتعلم كيف نغير اسم المجلد أنا سميته حرف الجيم وأريد أن أغير اسم هذا المجلد إلى حروف أو أرقام أخرى أو أنا سميته مادة المهارات الرقمية وأريد أن أسميه الحاسب الآلي أستطيع أن أغير اسم المجلد بخطوات بسيطة هيا نتعلم هذه الخطوات أولا أنقر بزر الفأر الأيمن على المجلد الذي أريد تغيير اسمه من القائمة المنسدلة أختار كلمة إعادة تسمية إعادة تسمية تذكروها جيداً إعادة تسمية أحسنتم بعد ذلك أكتب اسم المجلد الذي أريد كما نرى هنا كتبت اسمه المواد الدراسية بعد ذلك أنقر على ماذا؟ خيار ماذا؟ إدخال باللغة العربية وباللغة الإنجليزية ماذا تسمى؟ أحسنتم إنتر أختار كلمة إنتر فيتغير لنا اسم المجلد هيا نطبق ذلك عملياً لدي هذا المجلد الذي أسميته حرف الجيم سأقف عند المجلد أنقر بزر الفأر الأيمن وأختار كلمة ماذا؟ إعادة تسمية قوموا بتهجئتها إعادة تسمية أنقر على كلمة إعادة تسمية وأختار الإسم الجديد مثلاً سأختار الرقم 77 لاحظوا 77 هل سمي المجلد 77؟ بقيت خطوة أخرى خطوة أخيرة ما هي؟ أنقر على مفتاح ماذا؟ أحسنتم إنتر أو إدخال باللغة العربية إنتر نقرت على إنتر لاحظوا كيف تغير اسم المجلد مرة ثانية أقف عند المجلد أنقر علي بزر الفأر الأيمن أختار كلمة ماذا؟ حذف أم إعادة تسمية؟ أحسنتم إعادة تسمية كان اسمه 77 أريد أن أختار اسم آخر فليكن حرف الميم أخترت حرف الميم هل انتهيت؟ بقيت لدي خطوة ما هي؟ أحسنتم أنقر على إنتر فتغير اسم هذا المجلد بعد أن قمنا بالتطبيق العملي هيا نعود لشاشتنا نقل المجلد كيف أقوم بنقل هذا المجلد؟ من مكان إلى آخر أولاً أنقر بزر الفأر الأيمن على المجلد الذي أريد نقله بعد ذلك من القائمة أختار قص كلمة قص كما نرى هنا بعد ذلك أذهب إلى المكان الذي أريد نقل المجلد إليه أنا أريد أن أنقل مجلد كاملاً بملفاته بعد ذلك أنقر بزر الفأر الأيمن على كلمة لصق لصق أنا أريد أن أنقل مجلداً كاملاً من مكان إلى مكان آخر بما فيه من ملفات هيا نقوم بذلك عملياً لدي هذا المجلد يحتوي على ملف كما ترون ملف Microsoft Word أنا أريد أن أنقل هذا المجلد من سطح المكتب إلى داخل هذا المجلد إذن أريد أن أنقل هذا المجلد إلى داخل هذا المجلد كما نرى هنا أقف عند المجلد الذي أريد أن أنقله أو أقصه كما نرى هنا وبواسطة زر الفأر الأيمن أختار كلمة قص قص أو صورة المقص أو كلمة قص نقرت على قص بعد ذلك أفتح المجلد الذي أريد أن أضع مجلد داخله إذن سأضع مجلد داخل مجلد بعد ذلك أقف في داخله أنقر بزر الفأر الأيمن وأختار كلمة لصق أو صورة لصق لاحظوا كيف ظهر لدي المجلد الذي قمت بقصه وإذا قمت بالنقر عليه فتح لدي ملف الحاسب تدربوا على ذلك عمليا عزاء الطلاب والطالبات عدة مرات حتى تستطيعوا إتقانها لدي الآن نشاط صغير هيا نقرأ نشاطنا أرسم دائرة حول الصورة التي تشير إلى المجلد لونه أصفر أين هو إذن؟ أحسنتم هذه هي الصورة التي تشير إلى المجلد السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي يمكن نقل المجلد إلى أي مكان في جهاز الحاسب تعلمنا قبل قليل ذلك إذن هذه عبارة صحيحة نضع علامة صح اسم المجلد لا يمكن تغييره قمنا بتغييره قبل قليل إذن هذه عبارة خاطئة العبارة الثالثة المجلد هو المكان الذي نحفظ فيه الملفات أحسنتم عبارة صحيحة يساعدنا على حفظ وتخصين الملفات لدي الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته